يعني الآن مثلا آية الغار يعتبرونها فضيلة لأبي بكر هذا بسبب الإكسير البكري الذي يحول الأشياء عن حقيقتها يبيع الوهم لا شيء آخر آية الغار أعظم مثلب لأبي بكر بن أبي قحافة تكشف عدم إيمانه تكشف نفاقه إذ حرم من السكينة بالنص وهو الوحيد الذي حرم من السكينة في كتاب الله عز وجل من بين المسلمين جاء النص هكذا فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما حصر السكينة برسول الله صلى الله عليه وآله هذه مذمة لأبي بكر تكشف عن عدم إيمانه تكشف عن نفاقه لأنه لو كان مؤمنا لوجب أن تشمله السكينة في أحوج ما يكون إليها إذ إن الله تعالى يقول في مواضع أخر من القرآن الحكيم أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين مؤمنين فلم يحرم المؤمنين من السكينة في مثل هذه المواقف التي فيها مواجهة وأخطار فما باله ما بال القرآن حرم أبا بكر من السكينة في هذا الموقف الخطير موقف مواجهة مع المشركين كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وآله بغية القضاء عليه ومنعه من الوصول إلى المدينة المنورة وإتمام هذه الخطوة العظيمة خطوة الهجرة التي ستمثل عهدا جديدا وصفحة جديدة للإسلام تنقله إلى أقاص الدنيا لماذا حرمه من هذه السكينة لأنه منافق الآن بالله عليكم من من البكريين إلا من تشيع أو اهتدى أو كان منصفا يقرأ هذه الآية ويفهمها على حقيقتها لا يشتري الوهم من؟ كل البكريين في الدنيا إلا من عصم الله يعتبر هذه الآية فضيلة لأبي بكر أي فضيلة فيها؟ لا تدري كذلك لا أشبع الله بطنه تصبح فضيلة لمعاوية أي فضيلة فيها؟ لا تدري لا تدري